السلام عليكم ورحمة الله أخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم جمعات 29 مارس والساعة حوالي الواحدة وعشر دقائق بتوقيت الجزائر الحقيقة أنا في طريقي إلى المسجد إلى الجمعة وحبيت بسرعة فقط أولا نجرب أن الفيسبوك يشتغل لايف لأن أمس اللي كانوا تابعوا للأسف لم يكن ممكناً ذلك. فيسبوك نتيجة لتدخلات العصابة وبعض الدولة اللي تعاونها الإماراتشك الأساسي راه يضع في كثير من الصعوبات على الصفحة يعني بكل أسف أعلم اليوم هو اليوم السادس وثلاثون من انتفاضتكم المباركة اللي راه هزت أركان العصابة وهزت أركان داعميها ومساعديها في الخارج سواء كانت إمبراطوريات استعمارية أو كانت دويلات تريد أن تعبث بالبلاد واللي عبثت بها لفترة طويلة انتفاضتكم راهي حقيقة حقيقة بكل المقاييس والمعاني مضرب للأمثال الآن في العالم أجمع كثير من المقارنات كتبات تقول جزائريون في حين يتظاهرون بسلمية وحضارية قل لها نظير فإن في باريس كان الشانزليزي وكانت شوارع الأساسية في باريس تحترق تقريبا كل سبت صراحة هذا شرف لنا جميعا اليوم كما اتجه الرأي والاتفاق هي جمعة العقيدين الشهدين العقيد سي الحواس والعقيد عميروش عندما اقترحت هذا الموضوع لأن اليوم هي الذكرى الستين لاستشهاد هذين الرجلين العظيمين عظيمين بكل ما تعنيه الكلمة وفي أوسع معانيها حينما اقترحت هذا الموضوع كتب أحد السفهاء يقول لماذا تختار عميروش وسي الحواس قال لي أن عميروش قبائلي وسي الحواس شاوي أصدقكم والله ما كنت عاني عمره إلا بحث وعميروش لو لا أن هناك قصص كثيرة حول الموضوع ما يهمني يكون قبائلي ولا يكون عربي ولا يكون شاوي ولا يكون مزابي ولا يكون تارقي بعض السفهاء بعض العنصريين عقلية العنصرية سواء كانت باسم الإسلام أو باسم العروبة أو باسم الأمازيغية لا يدخلها في مخاء أني أنا والأغلبية العظمى من الجزائرين لا تفرق لا تفرق بين الأصول ولا بين هذا ولا بين ذاك وإنما الناس تفرق ما بين الأعمال هل عملك جيد أم لا هل عملك مع المظلومين أم مع الظالمين هل أنت فاسد أو صالح هل أنت مفسد أم أنت مصلح هذا هو التقسيم الحقيقي هل أنت تحب الخير أم تريد الشر هل أنت تنشر الأفكار وتنشر النور وتنشر أم تريد الظلام وتريد الفساد وتريد الخفافيش أيها السفهاء تركوكم من العنصرية صحيح الحمد لله أنها قلة قليلة جدا وفي هذه الفترة كانت تختفي لكن أيها السفهاء تركوكم من العنصرية أنت لم تختار أنك تولد عربي ولا قبيلي أنت لم تختار أن أمك عربية ولا قبيلية ولا مازيغية ولا شرقية ولا حتى هندية لا أحد يختار لا أمه ولا أبوه ولا حتى أبنائه ولا حتى إخوانه ولا حتى أكثر الأشياء لا نختارها قد تختار زوجتك أقول قد تختار زوجتك ولا تختار زوجك وقد تختار أصدقائك هذا هو الاختيار اللي ممكن الإنسان يحصل عليه في الدنيا أما الآخرين فتجد في نفسك معهم وهم يجدون نفسهم معك أيها الناس يا أصحاب العقول المتعفنة يا أصحاب العقليات العنصرية يا أصحاب المرضى قلوب دعوكم منها فإنها منتنة منتنة العنصرية منتنة جاهلية البشر كل البشر إخوة وإذا كنا المسلمين فنحن أخوة الدين تجمعنا مع أخوة الإنسانية كلكم لآدم وآدم من تراب وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون يا مرضى العقول لا تفرقوا بين الجزائرين ولا تدخلوا في لعبة الذباب الإلكتروني العالمي والداخلي إمارات اليوم دائرة مش كتائب جيوش جيوش لتقديس القايد صالح وتقديس الجنرالات نحن معناش مشكلة مع القايد صالح ولا الجنرالات المشكلة الوحيدة هي بيننا وبينهم الوطن وقلناها بصراحة ونعيدها إذا سلموا الأمر للشعب وقاموا بدورهم اللي هو ينصع لي حتى الدستور واللي هو ماذا يظلوا يكرروا فيه نحن بالعكس نعتبرهم أبناء البلد وهم جنرالات الوطن وليس هناك أي شكاء يا مرضى القلوب يا أيها العنصريون سواء كنتم من هذا الطرف أو من ذاك كفوا عن سمومكم لأنها أنتم أقلية قليلة جدا ولكن رأي تعبث بكم دول خارجية وتعبث بكم ذباب إلكتروني عالمي كفوا عن هذا هدني الله وإياكم إلى الطريق الصواب وإلى الطريق المستقيم مرة أخرى نشددها لهذه الجمعة المباركة إخواني على الفوفوزيلة هذه هذا البوق اللي قاعد يصفروا به هذا راه لعبة مخابرتية تريد أن تغلق كل الأصوات وأن تخفض كل الأصوات فما تخلوش الشباب سواء كان عن جهل أو عن قصد ما تخلوهم شي يصفروا به وإخواني أيضا لازم تفهموا أن قلتها أمس وقلتها أول أمس وقلتها عندي عدة أيام إذا كان الجنيرالات يريدون التخلص من العصابة المدنية فنحن نرحب بذلك وفي نفس الوقت نقول لهم أن المادة 102 ليست هي الحل الحل هو تسليم السلطة للشعب المادة من 7 إلى 12 هي أهمة في الدستور ولازم تقبلوا ذلك وتعملوا ذلك مرة أخرى أيضا إذا الجنيرالات قاموا بدورهم الأساسي في هذه الظروف الحرجة أو في هذه الظروف التاريخية والحساسة جدا فأنا على يقين من أن أغلبية الشعب سينظرون إليهم بكثير من التسامح وربما حتى من الأخوة يعني إخواني علينا أن لا نتنطع ولا نسقط في هذا التطرف وفي ذاك الفضيلة بين الإفراط والتفريط الحكمة بين الإفراط والتفريط الحكمة هو وضع الشيء موضعه في الوقت اللازم والوقت اللازم الآن نقولوا نعطوه بضعة أيام لقايد صالح ومن معه من جنيرالات للقيام بما يجب القيام به ومن بين الأسياء التي يمكن القيام بها الآن بسرعة هو وقف والحجز على كبار ناهبي مال العام حينما نقول وقفهم ليس توقيف شركاتهم ففيها يعمل عشرات الآلاف من الجزيريين وإنما وقفهم هم حتى لا يفرون من البلد بعدما هربوا ملايير دولارات بعضهم ملايير دولارات وبعضهم ملايين وبعضهم عشرات الملايين من الدولارات هناك مقاط هناك أشياء تقام هذه ترحلوا يعني ترحلوا وهذه الجمعة المباركة التي تأتي في نهاية مارس مارس هو شهر من أكثر الشهور ليستجهد فيها أبناء البلاد وهم يحررونها لنا لكن للأسف كما قلنا حرروا الأرض ولم يحرروا الشعب لأن هناك من سطى على ثورة الشعب ابتداء من 62 هذه الثورة السلمية اليوم هي تكملة للثورة التحريرية الثورة التحريرية كانت بالبرود لأنه كان الغازي والمستعمر كان مجرما آتيا من وراء البحار أما حينما يكون المستبد والطاغية من أبناء الوطن فإن البارود يستبعد والسلاح يستبعد على الإطلاق سلمية يعني سلمية وحضارية يعني حضارية وترحلوا يعني ترحلوا حي الله أحرار البلاد في كل مكان وتقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا